السلام عليكم ورحمة الله جميعا ورمضان كريم عليكم جميعا وعلى جميع المسلمين وخاصة الشعب السوري اليوم رح نحكي عن شغلة يمكن اكتر الناس ما بتعرفها بموضوع القرآن الكريم هاي معلومة انا جديدة سمعتها وصراحة ابهرتني هاي المعلومة القرآن الكريم دايما نحن وبالذات بشهر رمضان اكتر الايام اللي فيها روحانية وفيها ايمان وفيها تقرب الى الله بنفتح القرآن الكريم بنقرأ القرآن الكريم بندخل ننبهر بكلمات القرآن الكريم بعظمة ربنا بالروحانية اللي فيه لكن بحياتنا وانا اول الناس ويمكن كتير ناس مثلي ما دخلوا بتفاصيل هذا الكتاب العظيم او كيف صنع هذا الكتاب مين اللي طبعه كيف انطبع مين الجهة اللي طبعته كم المدة اللي طبعت طباعة هذا القرآن العظيم رح تشوفوا البسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك انا عبدو اياك انا استعيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين شايفين الاتقان شايفين الابداع الشغف النورانية في طباعة هذا المصحف اكيد اغلب الناس ما رح ما بتعرف هاي المعلومة ما رح اطول عليكم كتير رح ادخل بصلب الموضوع لهذا القرآن الكريم هاي النسخة بالذات هاي النسخة هي عبارة عن طباعة باليد وليست طباعة في المطبعة او الكمبيوتر او اي شيء بعون الله وتوفيقه تم طبع هذا المصحف الشريف في مجمع الملك فهد دي طباعة المصحف الشريف لتباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وباشراف وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد في المملكة العربية السعودية عام 1421 هجري وقد كتبه الخطات عصمان طاها عصمان طاها هو شخص سوري من سوريا تحديدا من وين انا سمعت انه من حما لكن تحديدا ما بعرف بس هو سوري بعدها بتم في بعض ناس تدقيق على الخط ومشان ما يكون فيه اغلاط في عدة شؤون مسؤولة عن المصحف تختم بعد مراقبة هذا القرآن الكريم يا جماعة انا اول مرة هاي المعلومة حقيقة ابهرتني شايفين هذا كله هذا كله القرآن الكريم هو عبارة عن خط يد وليس طباعة كمبيوتر ولا نسخ ولا اي شيء ابداع انا حقيقة انصدمت من هاي المعلومة سبحان الله كأنه قمة الابداع قمة الاتقان قمة الفن يا جماعة هذا القرآن الكريم النسخة هاي بالذات نسخة الملك فهد بتاخد ثلاث سنوات لطباعة المصحف كامل لخط اليد ثلاث سنوات بشكل يومي سبحان الله سبحان الله يا جماعة شيء شيء ابداع ابداع طبعا غير انك انت تقرأ القرآن هو هذا شيء من ربنا لانه ربنا لكن انسان يكون بهال اتقان وبهال فن وبهال قمة العظمة شيء مبدع جدا حقيقة والله انا صدمت من هاي المعلومة والسلام عليكم ورحمة الله